تعتبر البطولة من ناحية الفنية؟ من ناحية الفنية نحن لا شك أن نطمح أن يكون أفضل كانت مباريات كثيرة فيها يكون وان سايد جيم ولكن أنا نفس ما قلت لك هي عملية تطوير البطولة وتطوير المستويات الفنية لا يمكن أن يكون فيه معسكر ولا يمكن أن يكون فيه قرار فردي ولا يمكن أن يكون فيه مدة بسيطة إذا نحن نتكلم بهذه الصورة ونشتغل صح لازم أن تكون نقاط مختلفة هذا مشروع مشروع يقدم ويقدم بشكل واضح ويمكن هذه النقطة تأخذني إلى نقطة أخرى نحن نتكلم عن انتشار لعبة داخل الوطن العربي أيوة طيب أنت شون تنشر اللعبة؟ أنت يا مجلس إدارة أنت جيت موجود الحين وتنشر اللعبة ليس ضروري أن يكون هناك دراسات وأن يكون مشاريع وأنا قاعد أتكلم أن المشاريع والدراسات هذا ليس كلام الذي ينقل يجب أن يكون ويطبق على أرض الواقع وبفضل الله احنا باجتماعنا أمس أخذنا قرار جدا مهم وهو أن يكون البطولات بالنسبة لتوسيع القاعدة للبراعم أي؟ في زيادة المهرجانات ومشاركتهم فاخترنا أن يكون الوقت بإذن الله راح يكون في العطلة الصيفية راح يكون بالضبط في يوليو يعني 15 يوليو البطولة الفكرة اللي كانت موجودة وقت ريحت لتوسيع القاعدة لا يمكن تطوير بدون زيادة عدد المشاركات بدون زيادة شريحة الأولاد والمنتسبين وممارسين اللعبة فكانت الفكرة أن يقام بطولات في زون المشرق العربي والمغرب العربي وزون الخليج فمثلا يكون هناك هو العديد تكلمنا عن لنفترضي أنا قاعد أقول إجمالا يعني إحنا 18 دولة بيكون 6 ب7 ب5 7 ب7 ب6 يعني آيا كانت تشكيلت على حسب الدول المشاركة فيها فيكون بعد ذلك بعد المشاركات لعدة أسباب هي الفكرة كانت موجودة الفكرة أن لسهولة التواصل ما بين الدول وعدم زيادة التكاليف المادية لانتقالهم من دولة إلى دولة المشاركة في البطولة وخصوصا أنهم يعني أنا نتكلم عن مرحلة البرعب مناطق كل لزون يكون موجود وتكون المشاركاتها وهذه البطولات يجب أن تفعل وأن تكون بشكل مستمر يعني ما تكون محصورة على وقت معين لا في أي إجازة في أي وقت معين ليش ما نشوف كرة الطائرة في كل مكان وخصوصا أن أنا أتكلم على كرة الطائرة هي اللعبة الثانية شعبية على حسب الدراسات الأخيرة وما لعبها محدودة مش عايزة إمكانات قوية يعني أما الذي تكلمنا عن الشواطئ يا مهندس يعني فالشواطئ اللي هي يعني حتى تكاليفها بسيطة وإحنا اشتغلنا على هذا الموضوع يعني في دراسات وفي رؤى وتطلعات كبيرة من أخواني أعظم مكتب التنفيذي على زيادة المساحات وانتشار اللعبة وزيادة احتكاك الفرق من خلال البرامج والمسابقات والبطولات بإذن الله